بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهل بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل أكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تلتة سنوي أو أولى أو تانية أو تلتة عددي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلت والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة شباب بإذن الله هنحل مع بعض تدريبات على أول نص عندنا في المناج سنة تانية عددي هو نص نص نصائح غالية طبعا انت هتبدي من كتاب ايه من كتاب ايه من كتاب ايه من تحان ننكز مع بعض ونصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم طبعا لو فاتك الشرح الشرح موجود عندنا على القناة اكتب شرح نصائح غالية افتح اليوتيوب اكتب شرح درس النصائح غالية مستر محمد مهر هتلاقي الشرح بتاعنا اطلع لك شرح سهري جدا وبسيط بيقولك اول سؤال في ضق فهمك النص اكمل الجدول التاري كلمة لطيف معناها ايه طبعا كلمة لطيف يا جماعة معناها رفيق بعباده ربنا اللي هو رفيق ايه رفيق بعباده طبعا اقصد في مشك اقصد ومقصود بها اعتدل وتوسط خليك متوسط معتدل يعني طبعا كلمة مقدار يا جماعة هنا لو ركزنا تابعتنا الشرح مقدار الكلمة لطيف يا Pink تابعتنا لطيف استمرارة 對 كلمة معينة لطيف يا جماعة معناها أخضل voila الانه ليس ظهر ا bottom وجود الانه كلمة كلمة مشك اخضل كلمة اغفذ怎樣 اذا كلمة مثضي اخضر ثم Believe it is لطبعا اذا كلمة مجد الاغض اثم اlookingه اغفذ ايه كلمة الكلمة 거죠 كل Canada وكلمة مؤخرا كلمة اختيال هي كلمة مرح وعكسها طوضع الخردل معناها كلمة خردل المقصوب بها نبات عشبي يضرب به المثل في الصغر يضرب به المثل لأنه صغيرة يؤدي الخردل مفردها خردل فالجامعة خردل كلمة المعروف طبعا عكسها والمعروف الطيب الخير مقصوب يأتي بها الله معناها يعلمها الله الله مصال لعسل من كسين الله محمد وعلى دitا كلمة ايه كلمة اقبح انكبر اسوات الصوت الحميلة كانت لأقبح ببعناها كلمة انكر وعكسها كلمة اعزب المنكر طبعا عكسه المعروف وطبعا كلمة منكر المنكر المقصوب بها المعروف الطيب الصيب طبعا كلمة أصابك لو ركز معي لقم 12 كلمة أصابك المقصود بها نالك لما شخص بيصيبه الشيء معناها بيناله الشيء ده هيكتب هنا نالك طيب كلمة تحمل اللي تحت دي يا جماعة الكلمة اللي كانت عندنا في الآية معنى كلمة تحمل هي كلمة أصبر طبعا عكسها إجزع الجزع عكس إيه عكس الصبر أقيم الصلاة المقصود طبعا بها أد الصلاة في وقتها بخشوع ده معنى إقامة الصلاة يا جماعة طبعا بني اللي هي ولدي وجمع بني طبعا أبنائي وممكن يجمع كلمة بني يعني نفس الشكل بتاعها بس إيه البه مفتوحة والإيه اللي في الآخر عليها إيه عليها شدة بالنسبة لرقم 16 آخر السؤال هنا كلمة متكبر طبعا كان إيه عندنا كلمة مختال كانت في الآية وطبعا عكسها كلمة إيه كلمة متواضع لهم صلي وسلم باكس إنه محمد على كده علامة صح وقدام علامة صحيحة وعلامة غلط أو العبارة غير إيه غير ما صحيح ان شاء الله وصلنا النبي كينة عليه الصلاة والسلام أول سؤال عندنا بقولك ركزت الآية الكريمة على العبادات دون السلوكيات يعني الآية ركزت على العبادة بس ليس السلوكيات طبعا ده كان غلط يا جماعة الآيات كان فيها حاجات ليه علاقة بالعبادات وحاجات ليه علاقة بالسلوكيات طبعا هتبقى غلط ثاني حاجة غرس لقمان في بني مبدأ الخوف من الله ومراقبته سرا وعلانية يعني اللقمان علي بديه انه يخاف ربنا في السر وفي العالم طبعا ده إجابة صحيحة هو عرفه يخاف ربنا على طول يحاسب الله وعباده على الكبائر دون الصغائر ربنا بيحاسبنا على الكبائر بس إنما الصغائر مش هيحاسبنا عليها طبعا غلط طيب الاعتدال في المشي يحفظ الانسان هيبته ووقاره لما تمشي عدل هيبه عندك هيبة ووقار طبعا ده إجابة صحيحة وده طبعا بالحاجات اللي علمها سيدنا لقمان لمين يا جماعة؟ لابنه بعد كده الخمسة يقولك النهي عن المنكر يجب أن يكون بشدة وعنف طبعا غلط النهي عن المنكر يجب أن يكون برفق طبعا دي هتبقى يا جماعة دي هتبقى غلط ستة التباهي بالجاه والمال من مظاهر التكبر طبعا دي إجابة صحيحة اللي يتباهي بماله ده ده شخص يتكبر شبهت الآيات الكريمة الصوت العالي بالصوت الحمير طبعا دي برده إجابة صحيحة يوجه اللقمان لابنه نصائح تجعله يسود بين الناس ويمتلك قلوبهم يعني الناس كلها تحبه برده دي إجابة أي يا جماعة دي إجابة صحيحة ياخر ستقال عندنا الآيات الكريمة من سورة هود؟ لا يا جماعة الآيات دي ما كانتش إيه ما كانتش من سورة هود بعد كده اختر الإجابة صحيحة من بين القوسين تصوير الآيات الكريمة الأعمال في صغرية بحبة الخردل يدل عليه قلنا يا جماعة ربنا صور الآيات بحبة الخردل ده يدل على ساعة علم الله يعني ساعة علم الله يعني ربنا عارف كل شيء عنك ربنا عارف لما تقفل الباب عليك بتعمل إيه ربنا عارف تنسك التليفون ربنا عارف كل حاجة في الكون يا جماعة فهنا مقصود بها أن ربنا عارف أصغر حاجة ربنا واسع العلم من نصائح لقمان لابنه التصدق على الفقراء لا أو ما نصحوش تصدق على الفقراء طيب العفو عند المقدرة ما تكلمش عن العفو خالص وما تكلمش عن التضرع لكن طبعا نتكلم عن الصبر يبقى لجابة صحتي بقى الصبر من أداب الحديث التي وردت في الآيات بيقول لك هنا إيه اللهم صلابك سيدنا محمد الانتباه والاستماع وما تكلمش عن الاستماع خالص تكلم عن خفض الصوت خفض الصوت ما تكلمش عن عدم مقاطعة المتحدث والأتراف بالخطأ كل ما يلي من نصائح لقمان لابنه ما عدا يعني واحدة من دول أصلا إجابة غلطة واحدة من دول يعني ليش من نصائح لقمان لابنه هو نصحه بالتواضع ونصحه بإقامة الصلاة ونصحه بالصبر لكن أداء الأمانة دي ما تكلمش عنها من أداب المشي التي وردت في الآيات الإسراع ونصحه بالأمانة ونصحه بالأمانة بعد ذلك في قوله أغضض من صوتك وهو يوط صوته ونصحه يبقى هادي فهو هدوء والوقار أجب عن ما يلي بما أوصى لقمان ابنه في الآيات إيه يا جماعة في الآيات الكريمة أنه مصالبك سيدنا محمد هتقول اللي وصالب اللقمان أوصى بها ابنه اللي هو يعني أول حق أقم الصلاة وقم المعروف وانه المنكر كل كلامنا فسؤال سهل جدا بعد كالك السؤال التانية ما هدف سيدنا لقمان وراء تقديم النصائح لابنه دي سيدنا لقمان كان بينصح ابنه هنا هتقول يهدف إلى رسم طريق النجاح لابنه أنه بيرسم لابنه طريق النجاح طريق النجاح في ايه بقى؟ في امتلاك قلوب الناس ومحبتهم يعني كي يمتلك ابنه قلوب الناس ومحبتهم هذه الإجابة الصح تجلت قدرة الله تعالى في الآية وضح طبعا قدرة ربناك هتوضحة يا جماعة في الآية 16 الآية 16 لكن ما أصوب بها لها آية بتاعة الحبة الخردل فنقول طبعا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الحسنة والسيئة مهما كانت متناهية الصغر ربنا نعرف حسناتك وزيئاتك مهما كانت صغيرة أو كبيرة فطبعا ده يا جماعة ده يدل طبعا على أن الله يعلم كل حسناتنا وسيئاتنا ما السلوكات السيئاتي نهى عنها لقمان نهى لقمان يعني ابنه عنها في الآيات الكريمة طبعا سيدنا لقمان نهى ابنه عن التكبر ونهى برضو عن الغرور والتباهي يا جماعة في دي الحاجات النهائية النهى عنها طيب ايه كمان بعد كده بيقول لك نفر القرآن الكريم من الصوت العالي وضح هنقول طبعا يا جماعة شبه القرآن الكريم الصوت العالي بصوت ايه صوت الحمار ما أداب المشي والحديث كما وضحتها الآيات ده برضو سؤال مباشرة يا جماعة هنقول طبعا ازاي الإنسان يمشي اللي هو وقصد فيه مشيك بغض من صوتك آخر حاجة بيّن أثر الصبر وتحمل الشدائد على شخصية الإنسان يعني ايه فايدة الصبر يا جماعة الإنسان نقول طبعا انه ايه يجعل الإنسان قوي الشخصية يقوي شخصية الإنسان واجعله قادرا على التعامل في كل صعوبات الحياة مع كل صعوبات الحياة خليك قادر تتعامل مع كل حاجة صعبة في الدنيا طيب لهم صدق سيدنا محمد بعد كده أسئلة الجماليات قال تعالى يا بنيا إنها إن تكون مسقالة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير بما يوحي أسلوب النداء في قوله يا بنيا قلنا يا جماعة أسلوب النداء يا بنيا ده هنقول عليه أسلوب نداء يفيد التنبيه أسلوب نداء يفيد التنبيه ويوحي طبعا بالحب والإشفاق لما تقول لحد يا ابني غير ما تقوله يا بنيا بنيا ده جماعة تدل أن انت بتحبه جدا وبتعشقه بتصغره كده بتدلعه يعني ما الجمال في قوله إن تكون مسقالة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله طبعا ده كله على بعض اسمه اسطوب شرط زي ما اتفقنا إن أداة شرط تكون دفع للشرط طبعا يأتي بها الله ده جواب ايه ده جواب الشرط فده كله اسمه طبعا اسطوب شرط طبعا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى كلمة حبة قولنا هي جات ناكلة دي طبعا كلمة حبة ناكلة يا جماعة للتقليل إنها حاجة قليلة يعني يا ربنا عارف كل حاجة ولو حباية خردل تخيل بعد كده قال تعالى يا بني أقم الصلاة هو معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور حدد غرض لأساليب الأمر طبعا سيب الأمر يا جماعة هنا غرضها ايه كل أساليب الأمر دي كان غرضها الحس والنصح والإرشاد فده الإجابة الصح المعروف والمنكر بينهما ايه طبعا بينهما ايه طبعا بينهما ايه بينهما تضاد بعد كده وضح علاقة قوليه إن ذلك من عزم الأمور طبعا يا جماعة هنا النتاج من هذه المنكر هي علاقتها تعليل لما قبلها ربنا قالك أقم الصلاة وقم المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ليه لأن ذلك من عزم الأمور عشان كل ده من الحاجات الكويسة يبقى الجملة دي بتعليل الجملة لقبلها أنت عملت كل ده ليه عشان ده من الحاجات الكويسة مدام قلت عشان كده والجملة مشت أعرف أعطون ده اسمه تعليل لما قبله بعد كده صلى الله عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحن إن الله لا يحبه كل مختال فخور الغرض مقصب النهي في قوليه ولا تمشي في الأرض مرحن وإن النهي يا جماعة كان غرضه النصح والتحذير هنا بيحذرك من حاجة ما تعملهاش بعد كده بهمه علاقة قوله إن الله لا يحبه كل مختال فخور نفس الكلام يا جماعة зока لا يحبه كل مختال فخور كلهم على بعض كل هنا تفيد العموم والشمول يعني عموما كلهم يا جماعة ربنا بيحبهم مش ما بيحبش كل شخص مختال وفخور رقص نشي ماشي جب أغضب من صوتك إن أنكر أصوات الصوت الحمير نوع الأسطوب لما قال أغضض من صوتك طبعا أغضض من صوتك ده أسطوب إيه يا جماعة أسطوب أمر غرض وإيه طبعا نصح والإرشاد حدد وسيد التوكيد في قوله إن أنكر الأصوات الصوت الحمير طبعا هنا إنه لأداء التوكيد طبعا إنه وإنه لأداء التوكيد فالإجابة الصحة تبقى هي تبقى إنه طيب الله أم صلى الله عليه وسلم بك سيدنا محمد عليه أرض رسالة وأتم التسليم حبيبي يا رسول الله بعد كده أسألنا المزاجية الشاملة يا بنية إنها إن تكم سقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله رطيف ونخبير اختر الصواب المراد بقوله يأتي بها الله طبعا يأتي بها الله جماعة المقصوب بيها يعلمها الله ربنا عارفها فالإجابة الصحة يعلمها الضمير في قوله إنها يا بنية إنها إن تكم مسقال حبة من خردل الهاء هنا عيدة على الأعمال يعني يا بنية إن الأعمال لو كانت صغيرة زي الخردل وكانت في السماوات أو في الأرض برضو ربنا عارفها فالهاء دي عيدة على الأعمال اللي أنت بتعملها سواء حلوة أو وحشة جامع مسقال زي ما قلنا مساقيل وصف حبة من خردل يدل على إيه جماعة أنها صغيرة جدا الأرصن الخردل صغيرة بلا جباب حبية واحدة منه يعني صغير جدا كيف غرس لقمان في ابنه الخوف من الله هنا هتقول إيه يا جماعة هتقول أنه أخبره يعني لقمان أخبر ابنه بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل أفعالنا ربنا عارف كل حاجة بتعملها مهما صغرت ومهما كبرت ربنا عارف كل حاجة وسيحاسبك عليها يوم القيامة يعني لقمان علم ابنه ربنا عارف كل حاجة ومش كده وبس ويحاسبك عليها فكده طبعا لقمان ابن لقمان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ليه أدلوا على إيه يا جماعة لطيف جاءت عصير مبلغر تدل على تمام لطف الله وخبير تدل على سعة علم الله إن ربنا خبير يعني عارف كل شيء فيدل على سعة إيه سعة العلم بعد كده هنكتب الآية وخش على السؤال اللي بعديه يا عبني أقم الصلاة وأعمر بمعروف ونه على المنكر وتصبر عن مقصابك إن ذلك من عزم الأمور لا احتلاط باطعم عزم الأمور مش؟ أصب بها الأمور الواجبة الأمور الواجبة مضاد إصبر إجزع وأن بني جاد على صغيرة التصغير ليه يا جماعة أقول أن بني جاد على التصغير تدل على الحنان عندما تدلع حد تقول له يا بني ما الأوامر التي تجتمت عليها الآية الكريمة؟ طبعا هتشرح هي تشرح الآية التي تقول إقامة الصلاة والأم معروف أنها هي على المنكر وطبعا جماعة هذا السؤال مهم جدا لأفعل جنبه نجمة لماذا بدأت بالصلاة؟ لماذا بدأت بالصلاة؟ هنا أقول لأن الصلاة هي عمادة دين الصلاة هي أساس دين لو تبقى صلاة أهمcio لأن الصلاة عمادة الدين وهي تعين المرء على الأمر المعروف إنها هي المنكر هي تعين الإنسان تعين الإنسان على الأمر المعروف إنها هي عام 열�ulus ظ Meaning جماعةard قوله أقم الصلاة أي معروف هذه الأسطوب الأفضاء تقول له أامور غرضه الحس والنص والشاد نوع الأسلوب الأمورنا يا بوني طبعا ده أسلوب نداء بيان جدا يا جماعة طبعا غرضه التنبيه ما أهمية الصبر في حياة الإنسان إيه في حياة الصبر هقول طبعا الصبر يا جماعة يقوي الإنسان يقوي شخصية الإنسان يجعله يتحدى الصعاب يتحدى المعوقات الحاجات اللي بتعوقك يعني الحاجات اللي تقف طريقك كل الكلام ده سين ثلاثة قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور معنى تصعر خدك يعني تميله إيه يا جماعة قلنا يصعر خدك معناها تميله تكبرا تتكبر عن الناس يعني كبت مرحا مضادها إيه يا جماعة مضادها تواضعا ما أصب بها تكبرا يعني مختال فخول اتنين ناكرة طبعا لكن التحقير لما تبقى متكبر عن الناس دي حاجة وحشة مش حاجة عدلة فطبعا هنا هي ناكرة للتحقير في الآية نصيحتان وتعلير لهم طبعا النصيحتان بينين جدا جماعة إن الإنسان اللي هو أول حاجة يعني ألا يتكبر عن الناس دي النصيحة الأولية والنصيحة الثانية ألا يمشي في الأرض متكبرا مغرورا تمام ليه التعليل بقى يا دي ربنا أصلا نهانا عنده يا جماعة لأن الله لا يحبه إيه لأن الله لا يحبه المتكبرين يبقى نقول طبعا التعليل هو أن الله لا يحبه المتكبرين كيف تكون هذه الوصائة وسيلة لانتهاء قلوب الناس إزاي الناس تحبك لو أنت عملت الوصائة دي هنقول طبعا عندما ينفذ الإنسان تلك الوصاية أو هذه الوصاية يرضى عنه الناس ويجعله الناس هيحبونها ربنا يرضى عندك وسيلة تخلي الناس تحبك إيه نوع الأسطوب جماعة في قولية لا تصعر خدك طبعا لا تصعر خدك ده أسطوب نهي بنهاك أقول لك ما تعملش ده طبعا غرض وإيه غرض النصح طبعا والتحذير طيب بعد كده وقصد في ماشيك وأغضض من صوتك كلمة أقصد المقصود بها طبعا أقصد المقصود بها اعتدل خليك معتدل في المشي بتاعك أغضض من صوتك طبعا معناها اخفض من صوتك مضاد أنكر الأصوات طبعا مضاد ضهي يا جماعة أعزب قلنك طبعا أنكر مضاد ضهي كلمة هي كلمة أعزب ماشي ورد في الآية القرآنية الأمر مقرونا بسببه دلل على ذلك إيه معنى الكلام ده يعني ربنا أمرك بحاجة هنا وقالك السبب بتاعها أو التعليل بتاعها يعني السبب اللي هو التعليل طبعا هنشرح الآية عادي هنقول طبعا أمر اللقمان ابنه بأن يخفض إيه يخفض من صوته إيه التعليل بقى وإيه السبب لأن أنكر الأصوات يا صوت يا صوت الحمير بس كده وضح الجمال في قولي إن أنكر أصوات صوت الحمير طبعا أسطوب مؤكد بإن وهنا طبعا نكتب إيه نكتب الآية بعد كده أسئلة من الامتحانات صلي عسيدك النبي عليه أفضل الصلاة وقتم التسليم حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قارة تعالى وإلى دصائر خدك للناس فين السؤال ننزل مع بعض كده وصلي عن النبي أول سؤال ألف تخير اللي جابت صحيحا بين القوسين اللي فيه مائية يا جماعة فيه مائية معنى كلمة مرحن قلنا جماعة مرحن مقصوب بيها تكبرا تمام مضاد أغضد طبعا مضاد أغضد معنى مضادها طبعا ارفع من صوتك ايه السيروكات سيئة نهى عنها طبعا سيدنا لقمان قلناها يا جماعة اللي هو طبعا ايه اللي هو عدم التكبر عن الناس اللي هو التكبر عن الناس يعني والتفاخر وايه والعلو الصوت طبعا سيدنا لقمان نهى عن هذه السيروكات السيئة ووضح الجمال في قوليه إن أنكر صوت الحميد طبعا ده أسطوب مؤكد بإن وهنا طبعا نكتب إيه نكتب الآية ننزل بعد كده جمع المسقال طبعا مساقيل مفرد خردل خردل مورادف لطيف وأنه لطيف يا جماعة أصب بها رفيق بعباده طيب ما الجمال في قوليه إنها إن تكو مسقال حبي مخاردل برضه ممكن نقول الأسطوب مؤكد بإن لما إنها طبعا تكيكي متلطيف وخبير ده أسماء ربنا طبعا فطبعا تفيد التعظيم أسماء ربنا تفيد التعظيم مورادف المعروف قلنا المعروف 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 بالخير اكتغس الشر يعني تضغيك من البني قلنا يفيد الحب والحنان استخرج أسطوب مؤكد وبين أداته طبعا هنا عندنا أسطوب مؤكد لما قلنا إن ذلك مازم الأمور طبعا أسطوب مؤكد بإن الجمال في قول وصبر عم أصابك طبعا أسطوب أمر غرض الحس والنصح والإرشاد وكده كنت خلصنا حقيقة النهاردة ما تنساش تبع الفيديو كل صحابك وتكمل معنا على قناة حتى نحل النحو والنصوص والقراءة وكل ملهج مع بعض بإذن الله سبحانك اللهم بحمدك نشد الله إلا أنت نستغفرك أتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته